افتتح معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي المنعقد بالمنامة بكلمة افتتاحية أشهد فيها بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكبار المسؤولين من الجانبين العربي والهندي في التحضير لهذا الاجتماع التاريخي الهم مؤكدا عمق وتاريخية العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند الصديقة معاليه أشار إلى أن المستقبل يبشر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها بالنظر للإمكانية المادية والبشرية الهائلة لدى الجانبين في ظل التقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات خاصة بعد إنشاء منتدى التعاون العربي الهندي عام 2008 وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن التعاون الاقتصادية بين الدول العربية والهند شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 200 مليار دولار عام 2014 منوها أن معاليه باستضافة المملكة لجالية هندية هي الأكبر من بين الجاليات المتواجدة في البحرين ولها أسهامات كبيرة ومقدرة في مسيرة التنمية والبناء وحث معالي الوزير على بدل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين العربي والهندية وقال معاليه إن البحرين حرصت على استضافة الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي لتكون دفعة قوية لعلاقات التعاون بين الجانبين من جانبها تقدمت معالي سيدة سوشما سواراجة وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون المقتربين بجمهورية الهند الصديقة بجزيل الشكر لمملكة البحرين على استضافتها لأعمال الاجتماع مؤكدة أنه سيكون نقطة تحول في هذه العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند ودف العلاقات التاريخية بين الجانبين مستعرضة الروابط التاريخية والحضارية والاجتماعية بينهما متطلعة إلى تعزيز التعاون العربي الهندي في كافة المجالات وفي كلمته تقدم معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية تقدم بخالص الشكر إلى البحرين على مبادرتها لإستضافة عمل الاجتماع مؤكدا معالي اهتمام الجامعة بتعزيز العلاقات مع الهند ووضع أسس صلبة للرؤية المشتركة والشراكة المتجددة للحوار والتعاون الجماعي بين الدول العربية وجمهورية الهند الصديقة هذا تحدث الدكتور عبدالله المدني ممثل فريق الخبراء غير الرسمي الذي تم تشكيله بمبادرة من مملكة البحرين بصفتها البلد المضيف مع الجانب الهندي حيث استعرض تاريخ العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند مؤكدا أن الاجتماع يعكس حرصا مشتركا على تنمية هذه العلاقات وقد شهدت الجاسة المغلقة للمنتدى مناقشة عامة حول العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند كما تمت مناقشة واعتماد أعلان المنامة الذي تضمن المواقف والتفاهمات المشتركة بين الجانبين العربي والهندي حيال قضايا التعاون الثنائية والقضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية وتطورات في المنطقة العربية وفي منطقة جنوب آسيا والعلاقات مع إيران ومكافحة الإرهاب وأصلاح مجلس الأمن ونزع السلاح النووية وأكد الإعلان على أهمية التعاون بين الجانبين العربي والهندي من أجل تعزيز الثقة بين الدول الإقليمية وحل الصراعات كي يتم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كما تم خلال الجلسة المغلقة أقرار البرنامج التنفيذي الذي وضع آلية العمل بين الجانبين خلال العامين 2016 و2017 لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة